هذا كمان 3 مباريات تلعبه بما فيه مباراة الاهلي والانتهت بالتعادل الاجابي واحد واحد واحرز هدف النادي الاهلي طبعا كهرباء ثم استطاع نادي الداخلية في الديئة 90 هي كانت في الديئة 90 مش بلاس 90 هي كانت في الديئة 90 بالزبط مش بعد الديئة 90 استطاع فريق الداخلية رشيد احمد ان يحرز هدف التعادل نروح كمان لمباراة اخرى كانت قوية جدا امبي والمصري البورسعيدي المصري البورسعيدي بيتقدم بهدف لمروان حمدي ثم بيطرد مروان حمدي بعدها وينتهى الشوط الاول بهدف للا شيء للمصري على امبي ثم بيعود زياد طارق المنتقل من امبي للمصري بيحرز هدف التاني في نديئ القديم ثم بيستطيع افة انه يحرز تقليص الفارق وكمان فيه كورة جات في العرضة كانت ممكن تكون هدف التعادل في النهاية المصري بيحصل ثلاث نقاط مهمة جدا جدا من امبي ومازال امبي برضو بيصارع من اجل البقاء في الدوري هذا الموسم بيقدم برضو حتى الان موسم وحش جدا بالنسبة لنادي امبي يعني كمان السيراميكا ببنك الاهلي ما زال بيترنح 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 البنك الاهلي رغم كل الامكانيات رغم قيمة اللعيبة رغم وجود لعيبة دولية زي ابو جبل مثلا هو يمكن ما لعبش النهاردة لكن رغم كل مرة بيتقدم فيها البنك الاهلي 2-0 تلاقي الاتحاد كسبه 3-2 يتقدم 1-0 تلاقي الفريق الثاني بيتعادل مع 1-1 يتقدم 1-0-1-1 يتقدم 2-1-2-2 النهاردة تقدم على سيراميكا 1-0 ولكن سيراميكا بيعود مرة اخرى بقيادة معين الشعباني طبعا المدرب المصري السابق ومدرب الترجي بيستطيع انه يعود ويعمل كامباك ويفوز 2-1 بهدفين للاشي ترجمة نانسي قنقر